هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم ليه بتقول يسوع حمل بالعكس نحن نفتخر بهذا الاسم وهذا اللقب لو لا مجيء المسيح لا هلكنا في خطيانا الإنسان عاجز عجز أن يصل إلى الله بتقوى بالذبائح بالأعمال من يستطيع أن يصل إلى الله وهنا حباء التشبيه الجميل لأن الله عادل الله قدوس أجرة الخطية هي موت فإذا الله حكم على الإنسان بالموت الله اتكلم مع آدم بقول يوم تأكلان من هذه الشجرة موتا تموت وفعلا هذا الموت حصل وهذا الموت تم صار فيه موت جسدي يعني هذا الجسد رح يموت ويرجع للطراب ثم الموت الروحي هو الانفصال عن الله ثم الموت الثاني أو الموت الأبدي اللي هو الانفصال عن الله بالكامل ومقابله أيضا الموت الأبدي يعني الهلاك في بحيرة النار كما مكتوب في سفر رؤية إصحاح عشرين فالمسيح جاء حل هذه المعدلة بسبب محبة الكثيرة ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاء مات المسيح لأجلنا في محبة عجيبة فائقة أنه الله أحب الإنسان لازم يدين الإنسان لكن بسبب محبته عاوز يخلص الإنسان وهذه الصفات اجتمعت وتوازنت واكتملت في شخص وحيد هو يسوع المسيح فمشان هيك لازم يتجسد يخذ صورة جسد في شبه جسد الخطيئة بدون خطيئة حتى يكفر عن الخطيئة في موته على الصليب كإنسان كامل كحمل الله الكامل بلا عيب حتى يرضي الله يشتم رائحة الصرور وتكون كفارته كاملة نهائية لا توجد كفارة بعد موت المسيح إلى كل البشرية حتى آخر واحد من مجيئه الثاني موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة